رحمة الله وبركاته طيران الجزيرة في بيان رسمي انذار بتهديد أمني على إحدى طائراتنا قالت شركة طيران الجزيرة أنها تلقت اليوم الخميس اتصالا ينوه إلى احتمالية وجود تهديد أمني على إحدى رحلات الشركة ومن منطلق سياسة الشركة التي تنص على اتخاذ الإجراءات كافة حفاظا على سلامة ركابها وطاقم طائرتها تم التعامل مع الاتصال بجدية كما هو مهتد وتحريب المصداقية المعلومات حيث اتضح عدم صحة المعلومات وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنه على الرغم من ذلك وتأكيدا على سلامة الجميع فقد توصل طيران الجزيرة مع السلطات المحلية في الكويت وعبر الدول التي تسير إليها رحلاتها وتم تزويدها بمعلومات جميع الرحلات لإجراء تحري وفحص على طائراتها كإجراء احترازي إضافي وقالت أن فريق أمن طيران الجزيرة يواصل مراقبة الوضع عن كثب وتعتذر الشركة أن أي تأخير قد يتعرض له الركاب بسبب إجراءات الأمن والسلامة تلم